السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقارنة جديدة ما بين عربيتين برضو في نفس الفئة السعرية في نفس مستوى الفئة السعرية هنقارن نهاردة ما بين السوزوكي ديزاير وما بين المتسوبيشا اتراج السوزوكي ديزاير هي مجموعة فئات يتراوح سعرهم ما بين 430 ألف إلى 545 ألف جنيه المتسوبيشا اتراج هي نزلة فئة واحدة بس ب 445 ألف جنيه نخش بقى في المقارنات المهمة نسبنا من الطول العرض والارتفاع والحاجات دي كلها ونخش على المهمة على طول الآتنين بالنسبة للبدVEN also несколько акvolt السوزوكي ديزاير التي نازل أو الموجود حاليا في السوق المصري war 2022 العربية المتسوبيش اتراج الموديل الموجود دلت fera 23 وكيل العربية السوزوكي ديزاير طبعا modern motors وكيل العربية المتسوبيش اتراج diamond motors بالنسبة لبلد المنشأ. اه هنا اه بالنسبة للسوزوكي ديزاير اليابان وتجمعت في الهند. بالنسبة للمتسوبيشي يابان وتجمعت في الهند. هنا نزلة ثلاث فئات زي ما قلنا وهنا نزلة فئة واحدة. نخش بقى على المهم. ساعة المحرك. بالنسبة للعربية سوزوكي ديزاير ساعة محركها الف ومتين سي سي. المتسوبيشي اتراج الف ومتين سي سي. السيلندرات اربعة في العربية السوزوكي ديزاير. اه تلاتة في العربية المتسوبيشي اتراج. عدد الصبابات. ستاشر صباب في العربية السوزوكي ديزاير. اتناشر صباب في المتسوبيشي اتراج. اه القوة الحصانية طبعا هتختلف طبعا في عدد السيلندرات. قوة حصانية اه خمسة وتمانين حصان عند ستلاف لفة في ديئة بالنسبة للعربية السوزوكي ديزير وستة وسبعين حصان آآ عند ستة لافة لفة في ديئة بالنسبة للعربية المتسوبيش اتراج عزم الدوران بالنسبة للسوزوكي ديزير مية وطلات عشر نيوتن متر عند ربعة تلاف ومتين آآ لفة في ديئة بالنسبة للعربية المتسوبيش اتراج ميت نيوتن متر عند اربعة تلاف لفة في ديئة طيب آآ معدل التصارع من صفر المية في اتناشر وتسعة من عشرة سانية في العربية السوزوكي ديزاير هنا من صفر المية اللي هو في العربية المتسوبيشي من صفر لمية كيلو متر في اتناشر وسبعة من عشرة سانية نخش على اقصى سرعة هنا مية وسبعين في العربية السوزوكي ديزاير النسبة للمتسوبيشي اتراج مية وتمانين كيلو متر ساعة الفتيس نازل طبعا فئات من السيزوكي ديزاير منها فئات مانوال ومنها فئات اوتوماتيك بالنسبة للفئات الاوتوماتيك خمس نقلات طبعا العربية المتسوبيشي نازلة فئة واحدة فتسها سي في تي بدون نقلات العربيتين جر أمامي العربيتين تعليق أمامي ماكفرسون العربيتين تعليق خالفي تورشان بيم هنخش فيه التجهيزات بالنسبة لتجهيزات الأمان العربيتين فيهم ABS EBD ESB هل ستارت أسست بالنسبة للعربية المتسوبيشي زايد فيها الطير بريشر مونيتور ده اللي هو بيعرض ضغط الإطارات على الشاشة بالنسبة للعربية السيزوكي ديزاير مش نازل فيها الابشن ده العربيتين ما فيهمش والعربيتين ما فيهمش تثبيت مقعد الأطفال اللي هو العربيتين فيهم وسائد هواية أمامية وستين العربيتين ما فيهمش الحساسات الأمامية ولا الحساسات الخلفية العربيتين فيهم انزار العربيتين فيهم إموبلايزر ضد السرقة العربيتين فيهم سنتر بالنسبة للحزام الأمان الخلفي موجود في العربية السيزوكي ديزاير مش موجود في المتسوبيشي الإزاز الفامي موجود في الديزاير مش موجود في المتسوبيشي أتراج الإزاز الكهرباء موجود في العربيتين الأربع أبواب بالنسبة لمرئات الضم مش موجودة في السيزوكي ديزاير ولكن موجودة في العربية المتسوبيشية تراج مريات كهرباء موجودة في الاتنين الإشارات في المريات الأمامية موجودة في الاتنين فتحة سقف مش موجودة في الاتنين بالنسبة للكاميرا الخلفية موجودة في العربية المتسوبيشي ولكن مش موجودة في الديزاير مسبت السرعة موجود في المتسوبيشي مش موجود في السيزوكي ديزاير الاسبويلر الخلفي مش موجود في الاتنين مقاس الجنود 15 بوصة في الاتنين طبعا بالنسبة لكماليات التفهة الهايفا بلوتوس موجود في الاتنين مدخل ايو اكس يو اس بي الطارة المالتي فانكشن موجودة في الاتنين الشاشة وساطية اللي هي موجودة في وسط الطابلو موجودة في الاتنين سبعة بوصة نخش على العددات الديجيتال مش موجودة في الاتنين الكشفات الامامية ليد موجودة في الاتنين امامية وخلفية كشفات الضباب موجودة في الاتنين امامي بس بالنسبة للسماعات اربع سماعات في العربية سماعتين بس في العربية زر تشغيل المحرك مش موجود في الاتنين موجود في العربيتين العربيتين ما فيهمش كراس كهرباء العربيتين التحكم في الشنطة يدوي في نهاية المقارنة دي عايزكم بس لو عجبتكم الطريقة دي في المقارنة اكتبولي في التعليقات واكتبولي عايزين مقارنة ما بين الان هي عربيات اشكركم الحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله